كتير التشانية انت لي مصير سهرة فنية ذات طابع خيري وإنساني هو الأسلوب الذي اختارته وزارة الشؤون الثقافية والتراث التاريخي والسياحة والحرف اليدوية لمشاركة معاناة المنكبين والتضامن معهم بجمع تبرعات لفائدتهم بمشاركة نخبة من الفنانين والموسيقين الشاديين الذين أحيوا هذه المناسبة التي حضرها ممثل رئيس وزراء الحكومة الانتقالية وزير الدولة وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي محمد الله طاهر وعدد من عضاء الحكومة فضلا عن الشخصيات الاعتبارية التي لبت نداء هذه المبادرة وزير الشؤون الثقافية والتراث التاريخي والسياحة والحرف اليدوية بكر روزي تغيل أشار إلى أن الهدف من السهرة هو خلق موجة من التضامن لدعم مجهودات وزارة النوع والتضامن وتقديم يد العون كل حسب إمكانياته في هذا الوقت الصعب مشيرا إلى أن المساهمات ستعيد الأمل والفرح في نفوس العائلات المتضررة وأفاد بكر روزي بأن المرحلة الانتقالية التي تمخضت من الحوار الوطني الشامل تريد عادة بناء تشادي وتعتزم على جمع كلمة تشاديين وهذه الطريقة التي يجب أن نصنع بها الأعمال التي تقربنا من بعضنا البعض وتقوّل وحدة والتضامن والإحساس بالمشاركة وحب الوطن فيما أشادت وزيرة النوع والتضامن الوطني أمين إبريسيل لونغو ببادرة وزير الشؤون الثقافية التي جاءت في الوقت المناسب لتساند جهود الحكومة وشركائها من أجل إغاثة ومساعدة المتضررين التي راحت توصف حالهم ومعاناتهم داعية الحضور إلى التضامن مع هذه الفئة ولو بالقلد لأنه ليس من المهم الكام وإنما اللفته وعقب المداخلات أطلقت فقرة جمع التبرعات التي أعلنت فيها العديد من الجهات أداوة كما حلاء المخصصة لجمع التبرعات لمساعدة العائلات المتضررة من الفيضانات اشتركوا في القناة